السلام عليكم مرحبا بكم معنا من جديد في كيزاكوب.com الفيديو ديالنا دياليو ما غير يكون حول درس عموميات حول الدول نضرب على الثماني ثمانين ثلاثة نعتبر الدالة اف المعرفة كالتالي افدو ايكس تساوي القيمة المطلقة ل ايكس ناقص اثنان مقصوم على ايكس ثلاثة زائد ثمانية السؤال الاول حدد دي دي اف السؤال الثاني ادرس زوجي الدال ل اف والسؤال الثالث حدد حل المعادلة افدو ايكس يساوي السفر السؤال الاخير اول نتيجة هندسية بدأوا على بركة الله السؤال الاول افدو ايكس تساوي هي القيمة المطلقة ل ايكس ناقص اثنان مقصوم على ايكس او الثلاثة زائد ثمانية سنحدد دي دي اف هنا يعدنا افدو ايكس على شكل كسر يعني المقام خاصه يخالف السفر يعني دي دي اف تساوي ايكس تنتمي الى ايكس او الثلاثة زائد ثمانية يخالف السفر هنا بالنسبة باشنا نحددو هنا خصنا نحددو الحلول دي المعادلة ايكس او الثلاثة زائد ثمانية يساوي السفر يعني نضع ايكس الثلاثة زائد ثمانية يساوي السفر هنا اغن ديو تمانية للطرف الآخر اصبحت ايكس الثلاثة تساوي ناقص ثمانية وهنا ناقص ثمانية يمكن نكتبوه على هذا الشكل ليهي ناقص اثنان الكل والثلاثة اذا ستصبح عندي هي ايكس الثلاثة تساوي ناقص اثنان الكل والثلاثة هنحيد الاس من هنا من الطرف والاس من الطرف الآخر ستصبح عندي هي ايكس تساوي ناقص اثنان اذا هنا بالتالي خص هنا ايكس خالف لي ناقص اثنان يعني دي دو اف ستصبح عندي هي اغ ناقص ناقص اثنان قدروا أكتبوها بطريقة أخرى لديه F تساوي هي ناقص ما لا نهاية ناقص 2 اتحاد ناقص 2 زائد ما لا نهاية إذن هذه هي مجموعة تعريف دينا كنا هنا طريقة أخرى نبغينا نحسبوه X3 زائد 8 تساوي السفر حسبوها بطريقة أخرى لمعرفناش للطريقة هنا طريقة أخرى هنا عدنا X3 زائد 8 يساوي السفر تكافئ هي X3 زائد 2 ثلاثة هنا هي 8 قلنا هي 2 ثلاثة تساوي السفر هنا هي كاللاحظم اللي عدنا متطابقة من الدرجة التالية يعني هنا هي X زائد 2 عامل لـ X ثلاثة 2 ناقص 2 X زائد 4 يساوي السفر تكافئ هنا لكان عندي جداء ديال جوج ديال الحدودية أو جداء ديال جوج ديال الدوال كيساوي السفر يعني الدالة الأولى كتساوي السفر يعني X زائد 8 يساوي السفر أو X أس 2 ناقص 2 X زائد 4 يساوي السفر بالنسبة لنا هنا الحالة الأولى يعني X يساوي ناقص 2 وهنا الحالة التانية غنحسبه دلتا دلتا غيخرج لنا هنا سالب أي هنا ما عندهش حل في R يعني هذه المعادلة من الدرزة التانية ما عندهش حل في R حتى دلتا سالب إذن غيبقى عندنا الحل الوحيد هو X يساوي ناقص 2 وبالتالي د دو F هتخرج نفس الشيء هي R ناقص 2 نمر الآن السؤال التالي أدرس زوجية الدالة أولا خصة الشرط الأول هناك اللحظ باللي عندنا هنا د دو F غير متماثلة بالنسبة للسفر إذن هناك لاحظوا باللي د دو F غير متماثلة بالنسبة للسفر أي بطريقة أخرى عندنا هناك لدينا 2 ينتمي إلى د دو F و ناقص 2 لا ينتمي إلى د دو F إذن هناك الشرط الأساسي الأول اللي يخصو يتحقق لنا قبل ما نبدأ نحسبوه في F ديال ناقص X باش ندرسو الزوجية خصة هذا الشرط يعني خصي لك أن عندنا X ينتمي إلى د دو F يعني خصي يكون عندنا ناقص X ينتمي إلى د دو F عدا يمكن لنا نبدأ الحساب ديالنا هنا في د دو هناك حالة ما تحقق لنا الشرط في الحالة ديال 2 ينتمي إلى الد د F ولكن ناقص 2 ما ينتمي لل د د F يعني ما عندنا الحق نحسبوه F ديال ناقص X أي هنا إذن F ليست بزوجية ولا فرضية إذن هنا ما تحقق لنا الشرط يعني الدال لدينا ليست بزوجية ولا بفرضية نمر الآن السؤال الثالث لهو حل F X يساوي 0 هنا يعني F X يساوي 0 تكافئ يعني القيمة المطلقة ديال X ناقص إن مقصوم على X 3 زائد 8 يساوي 0 إذن تكافئ هنا يغني نحيد المقام ستصبح إذن هي القيمة المطلقة ديال X ناقص 2 يساوي 0 تكافئ بدورها قيمة المطلقة ديال X تساوي 2 ناقص 2 الطرف الآخر صبحت هي 2 تكافئ هي X تساوي 2 أو X تساوي ناقص 2 2 إذن هنا لدينا أولا نعرف الخاصية القيمة المطلقة القيمة المطلقة لأي عدد A كيف ما يبغي يكون تساوي لنا هي A يعني هد A سوى كان أكبر من 0 أو أصغر من 0 يعني هنا القيمة المطلقة لأي عدد كيصبح موجب يعني هنا يقدر يكون عندنا فد الحالة X سوى 2 ولا يكون ناقص 2 ولدينا ناقص 2 لا ينتمي لا ينتمي ل D F لايك اللحظ باللي ناقص 2 لا ينتمي إلى D F علاش هتعدنا D F كيف ما شرم في السؤال السابق هي R ناقص ناقص 2 يعني ناقص 2 لا ينتمي إلى D F يعني ما يبكيش ناخده كحل للمعادلة F X يسوي الصفر وبالتالي السؤال الأخير اللي هو السؤال الرابع إذن تأويل الهندسي C F يقطع محور الأفاصيل في النقطة A ذات الإحداثيات 2 والصفر يعني 2 هذه اللي خرجت لنا والصفر مروا الآن تمارين تالي تمارين أربع نعتبر D F المعرفة كالتالي جدر مربع X 2 ناقص X السؤال الأول حدد F سؤال ثاني أدر الزوج يد F والسؤال الثالث حدد تقاطع C F مع محور الأفاصيل والسؤال الأخير أول نتيجة عند C إذن بدأوا على بركة الث بالنسبة السؤال الأول F تساوي جدر مربع X 2 ناقص X إذن هنا فاش كيكون عندنا الجدر مربع D F كتساوي لنا هي X تنتمي إلى R ولكن مع X ناقص X 2 ناقص X أكبر من أو يساوي السفر يعني ما تحت الجدر خاص يكون أكبر من أو يساوي السفر نفس الشيء هنا يغضي نحد حلول المعادلة بالدرجة الثانية يعني نضع X قصتنا ناقص X تساوي السفر تكافئ هنا ممكن نعمله ب X سبعة دية X عامل X ناقص 1 يساوي السفر هنا عندي جداء دية الجوج دية الدوال يعني تكافئ سواء X يساوي السفر أو X يساوي 1 وبالتالي غنحصل على هذا الجدول هنا عندي كتن عدف في السفر في 1 يساوي يساوي ناقص مالا نهاية زائد مالا نهاية X 6 ناقص X هنا X إذن هنا عندي في المجال ناقص مالا نهاية السفر عندي الدال الذي يلي X 6 ناقص X موجبة نفس الشيء بالنسبة الواحد زائد مالا نهاية موجبة أما ما بداخل هنا السفر والواحد فهي سالبة إذن بالتالي اللي يهمني أنا الإشارة هو الإشارة الموجبة إذن دد F تساوي ناقص مالا نهاية السفر اتحاد 1 زائد مالا نهاية هنا ياخذ الإشارة الموجبة لماذا حتى عندي أكبر من أو يساوي السفر يعني ناخذ ناقص مالا نهاية السفر و واحد زائد مالا نهاية نمر الآن السؤال التالي تانيا هناك نلاحظ نفس شيء هنا أدر الزوج يد الث غير متماثلة بالنسبة للسفر لدينا ناقص واحد على اثنان ينتبه الى و واحد على اثنان لا ينتبه ل هناك تذكير تساوي ناقص مالا نهاية السفر اتحاد واحد زائد مالا نهاية اذا هناك اللاحظ لدينا هناك ناقص واحد على اثنان كيف هناك فالمجال يعني ينتمي الى الديدو اف ولكن واحد على اثنان لا ينتمي لديدو اف اذا لستدشج اذا اف ليست بزوجية ولا بفرضية اذا مروا الآن السؤال الثالث حد التقاطع سد اف تقاطع سد اف مع نحور الافاصيل يعني هنا يخص الحد اف دو ايكس يساوي السفر يعني الحد الحلول لال اف دو ايكس يساوي السفر تكافي هي الجدر مربع اكس اوس يساوي السفر تكافي هنا رفعنا الان نفس شي هنا تبقى عندي اكس الست اوس يساوي السفر تكافي هنا سنعمل به اكس كيف موطرنا سابقا يو ساوي السفر تكافي هنا اكس يساوي السفر او X يساوي 1 إذن هذا هو من التقاطع سيكون عندي دي المحور الأفاصيل C to F محور الأفاصيل في النقطة ذات الإحداثيات 1 0 وفي النقطة ذات الإحداثيات 0 0 يعني 0 0 و 1 0 إذن هنا بالنسبة السؤال الأخير C to F يقطع محور الأفاصيل في النقطة و ذات الإحداثيات 0 0 و ذات الإحداثيات 1 0 وبهذا نختم الفيديو دينا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم